اشتركوا في القناة 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 اشتركوا اشتركوا في القناة 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 يا أيها الناس إنما بودكم على أنفسكم وداع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبفكم بما كم أنتم تعملون إنما مثلوا الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختل طريقنا مات الحوث مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت العود زفروفها وزينت وضد أهلها أنه قادم عليها أدارا وأمرنا ليلا الأوراة فجعلناها حصدا كأن تغلق الأمس كتلك الفصل بالآيات للقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم للذين أحسن الحسن والزيادة ولا يرغب وجوههم قتل ولا ذلك أولئك أصحاب الجنة فيها قالدون والذين كسبوا صيئات جزاء صيئة بمثلها وتنهقهم ذلا ما لكم من الله من عاصمين كأنما أقشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب نارهم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا وكانكم أنتم أشركاكم فسيلنا بينهم قال أشركاكم ما كنتم إيانا تعبدون فكفاد الله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عبادتكم لغافلين هناك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وظل عنهم ما كانوا يفترون قل من يوسرهم من السماع والأرض أمن يملكوا السماع والأبصار من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول من الله فقل أقراض التقون فذلك بالله نقضكم الحق وماذا بعد الحق إلا الضلال فعنا تفرفون فذلك حق الكلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعينه قل الله يبدأ الخلق ثم يعينه فعنا تفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدار ما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم مننا ظنا إلا ظن لا يكن من الحق شيئا إلا الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى منه دون الله فلكن تصديق الذي بين يديه تفصيل الكتاب لا رأيك فيه من رب العالمين أب يقولون افترى قل فقوا بصورة مثله وادعوا أن يستطعكم منه دون الله إنكم صادقين فالكذبوا بما لم يحيطوا بعضه ولما يأتيهم تأوينه فالكذب الذين من قبله الفنزل كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وأبك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعبد وأنا بريئهم مما تعملون أبنهم من يستمعون إليك أفآت تسمعوا الصمى ولو كانوا لا يعقدون أبنهم من يأصل إليك أفآت تهدنهم ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأننا يلبسوا إلى ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله ما كانوا من قدين وإما نري أنك بعض الذي يعيدهم أو نتوفي أنك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسل وهم لا يظلمون ويقولون هذا البعض إن كنتم صادقين قلنا أملك لنفسي طبلا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أدران إذا جاء أدر فلا يستأخذون ساعة ولا يستقدمون والأرضيتم إن أتاكم عذابهم بياذا أو نعارم ماذا يستعجر منه المجرمون أثم إذا ما بقع آماتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ونوذروا عذابا قلت هل تجلسون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحققهم وقل لي وربي إنه لحق وما أنكم بمعجيزين ولو بن لكلنا فكسين وظهر ما في الأرض لفتدت به وأصدن ندامة الأغنارة أو العذاب وقضي بينهم بالقزب وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السمامات والأرض ألا إن بعد الله حق ولكن أخركم يعلمون هو يحيي ويبيد وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم وعلكم من ربكم وشفاءه لما في الصدور وهدى وراء كل المؤمنين قل بفضل الله وبرحته فبذلك فم يفرحهم وخيرهم مما يجمعون قل أرغيكم ما أعزل الله لكم من نسقين فجعكم منه حرابا وحلالا قل لا الله أذين لكم على الله تفترون وما ظلموا الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة من الله على ذو خضل على الناس ولكن أكثرهم يشكرون وما تكونوا في شأن وما تتلوا منهم من القرن ولا تعالوا من عمر إلا كنا عليكم شموطا إلتفضون فيه وما يعثروا عن ربك من مثقاء ظلتهم في القود ولا في السماء ولا مصبر من ذاتك ولا أكبر إلا في كتاب مبين هذا إن أولياء الله لا تخوفون عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون له البشراء من حياة الدنيا وفي الباخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزن لك قودهم إن العزة لله تميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في العوض وما يتبع الذين يدون من يدون الله شركا إن يتبعون من الظنب إنهم إلا يخلصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والناقب بصراء إن في ذلك نهايات لقوم يسمعون قالوا اتقد الله ولدا سبحانه والولي لهما في السماوات وما في حوض إن عندكم من سلطان بهذا وتقولون على الله ما لا تعلمون والهدى الذين يختلون على الله الكذب لا يفلحون قتالوا في الدنيا ثم إلينا موجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يتقفرون وذلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقوبي يا قوبي إن كان كبر عليكم بابي وتذكيلي بآيات الله فعلى الله نوكلوا فأجمعوا وأمركم واشفاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم هم تنشر مرضو إلي ولا منضرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجر إلا الله الله مهمكم أن أكون من المسلمين فقدبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم ملاقف وأورقنا الذين كذبوا بآياتنا فانتوا كيف كان عاقبة المنضرين ثم بعثنا من بعده رسولا إلى قومهم فجاءوهم بالملاقف ما كانوا يقفر بما كذبوا به من قبل فلالك القبع ولا قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعده رسولا وهادونا إلى فرعونا وملئهم بآياتنا فصلت كل بكاته قومهم مجرمين فلما جاءهم الحق من عيدنا قالوا إن هذا لسحر المبين قالهم ساعة تقولون للحق لما جاءكم أسحرهم هذا ولا يؤدح الساحرون قالوا أجيتنا لتهتنا عنا وددنا عليهم آبائنا وتكون لكم الكبرياء في الأور وما نحل لكما لمؤمنين وقال في العرقون بكل ساحر عليم فلما جاء الساحرة قالوا لهم موسى ألقوا ما أنكم القوة فلما ألقوا قال موسى ما جاءكم بإستحروا إن الله سيضره إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحب الله ألقوا بكلماته ونؤكري المجرمون فما أعمل لموسى إن دريكم من قومه على خوف من فرعون وولئهم أن يقتنهم إن فرعون العالم في الأور وإنه لمن المسلفين وقال موسى يا قومي إن كنتم آمنتم بالله فعليه تبكدوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله تبكدنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ولجنا برحبتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى برخيه آتم وآل قومكما بمصر بيؤنا وجعلوا بيودكم قبلة وهقيم الصلاة وبشر المبنين وقال موسى ربنا إنك آتيت في العون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا على سبيلك ربنا طمس على أهوالهم مشهد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد مجيبت دعمتكما فستقيما ونغضت بعاني صبيل الذين لا يعلمون وجافزنا بمني إسرائيل البحر فأذبعهم فرعون وجنوده بويا وعدوى حتى إذا مدركه الغلط قال آمان أنه لا إله إلا الذي آمن به البنو إسرائيل وأنا من المسلمين قال آلم قد عصيت قبل بقوة من المفسدين فاليوم ننجيك ببذلك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا نغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدقهم ورزقناهم من الطيبات ومغتلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتلين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقض عليهم كلمة ربك لا يقنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت ضرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوب يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخصي في الحياة الدنيا ومدعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن ما في الأرض كلهم تميعا فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون ولنظروا ماذا في السمامات والأرض يماتون الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فنتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسولنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقمجهك للدين حنيفة ولا تكونن من المشركين ولا تدعو من دون الله ما لا يافعوك ولا يضرلك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بذره فلا كاشف له إلا هو وإن يرذك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم ومن اهتدا فإنما يهتدين نفسه ومن قل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدى الحكيم الخبير ألا تعبدوا إلا الله إن لي لكم منه نذير وبشير وألي استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويبتقوا لفضله فضلا وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يطلون صدوركم ليستغفوا من ألا ألا حين يستغشون اتيابكم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأود إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي قلق الصماوات والأود في ستة أيام وكان عرشه على الماء إلي يبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا صحر مبين ولئن أخلنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم محاقبهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليغوص كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ذالله أمسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تاركم بعض ما يوحى إليك بضائكم به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليهم كنز أوجاء معه ملك إنما آت نذيرهم الله على كل شيء وكيل أم يقولون افتغاه قل فأتوا بعشر صور مثله المفتغيات مدعوما استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما منسد بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل آنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وسينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخصون أولئك الذين لين سنهم في الآخرة إلا النار وحبيط ما صلعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويدلو شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحساب فالنار موعده فلا تكو في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أغلمهم من افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم على لعنة الله على الظالمين الذين يصدون على سبيل الله ويبهونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف له العذاب ما كانوا يستطيعون الصمع وما كانوا يفسرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأقصرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبطوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستبيان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم على بيوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراضينا بادي الرأي وما نرا لكم علينا من فضل بل لذلكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عيده فعميت عليكم أللزبكمها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أهن بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوم تجهلون ويا قوم من يسروني من الله إن طرتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عيني فزاهر الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ولكم ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يأتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذن لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثر تجدارنا فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين قال إن ما يأتيكم بإلاه إن شاء بما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أصحلكم إن كان الله يريد أن يغبيكم هو ربكم إليه ترجعون أم يقولون افترى قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا ما قد آمن فلا تبتأس بما كانوا يفعلون وأصنع الفلك بأعيننا برحينا ولا تخاط بليف الذين ظلموا إنهم مغربون ويصنع الفلك بكل ما مر عليه ملأ من قومه سخر من قال إن تسخروا منا فإنا نسخر مناكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يفزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارط النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قلل وقال ركبوا فيها بسم الله المجرين ومرسامها إن ربي لغفور رحيم وهي تدريبهم في موت كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزلية بني الكم معنا ولادكم مع الكافرين قال سآبي إلى جبري يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وعال بينهم الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أغلعي وغيض الماء ومضي الأمر واستبت على الجهدي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وآت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمر غير صالح فلا تسألني ما ليسك به علم إني أعذك أن تكون من الجاهدين قال ربي إني أعذك أن تسألك ما ليس لي به علم وإلا توفل لي وترحمني أكون من الخاسرين قيل يا نوح بطبي سلام منا وبركات عليك وعلى أمم من من معك وأمم سنمطعهم ثم لمستهم منا عذاب عليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلم ما أنت ولا قومك من قبل هذا فاسبرهن الغيب نوحي بطبي وكاين اشتركوا في القناة